وريني بقى اللي حصل في الاهل النادي رقم واحد كولر احنا كنا هنا موجودين يا كريم بعد مباراة الهلية السودانية يبدو ان كولر لم يتعلم بعد الكرة الافريقية كيف تلعب يبدو ان كولر لم يستفد من اخطاءه اللي اشرنا اليها حتى والاهل ماشي كويس حتى وحنا بنثني على كولر خلينا اقولك نهاردة انه الهدف الهدف الرابع الهدف الرابع تعالي نفرج على الهدف الرابع الاول اللي دخل في النادي الاهلي وتشوف كمية من الكوميديا السوداء من خط وسط ودفاعات النادي الاهلي كوميديا سوداء ايه للتنظيم و ايه للتحرك و ايه للترقابة و سلبية في الضغط بصة كريم انت هنا بتتكلم على اربع لاعبين من النادي الاهلي عايزك تقول لي وانت شايف سبعة في الكادر اربعة في خط الدفاع و تلاتة قدامهم وفي اربعة من ساندونز اقول لي انه لعيب ممسوك من ساندونز حتى اللي بين الاتنين مدفعين هناك دوت مش ممسوك بلد الشكل بتاعليها اللي غريب لا انا مرددش في نقطة وشوير اليها المساح هجيلك اليها دلوقتي تلاتة الراجل اللي هو وفع له حطه بالعرض جون الراجل اللي هو حطه بالمواجهة جون لو ردت مش شنوي جون لو اي حاجة جون كل الاحتمالات قائمة عشان كده لما كانوا بيصوبوا تصويبها نسب النهاردة بية في المية في حد بيلعب النادي الاهلي نسبته تبقى خمسة على خمسة سادت خمس كواته على المرار ما سجلهم خمسة 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 ده احنا لسه نروح للشناه بعد شوي خمسة على خمسة فالراجل ده في الآخر اتراح بص الشكل كان موجود نبص هنا نتفرج بص لي يا كريم كده عالم علول فين بيعمل ايه ديانج بيعمل ايه رامي لما نازل بيعمل ايه الوحيد اللي رايح بيحاول وترقص محمد عبد الملعم ومحمد هيني واقف هنا ماسك مين يعني انا عايز اعرف محمد هيني واقف هنا ماسك مين في الصورة دي مش ماسك حد يا رامي ربيعة رامي ربيعة لأ رامي ربيعة ورا محمد هيني هو مش ماسك حد محمد عبد المنعم مش عارف اتقريبا هو رامي بيزبط التسلل مش عارف لمين ولا بيعمل ايه ولا هو بيبص على مين انا مش عارف فانا بالنسبة لي ده هدف كوميديا ساوديا مش بس كده انقل بقى الفريم اللي بعده بعده